الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أفدو إديكم في الهضاب في الجبال في السهول في كل مكان اللهم إني أسألك بالقرآن الكريم آية آية أن تحفظ الجزائر ولاية ولاية اللهم كما جعلت لمحنتها بداية اللهم اجعل لمحنتها نهاية يا رب العالمين إذا في سائل أنا في الاستماع علو نعم سلام عليكم شيخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال نعم يا أختي أنا أسمعك أنا من ولاية الطارف أهلا أهلا خير الناس يا أختي أنا أسألك عن صيام شهر الرجب للحسنات يقولون أن شهر الرجب لا يصوم فيه لا لا يا أختي لأنه بدعا ولمي لا 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 حاولي تفهمي إذا صمت السنة كما تصومين سائر السنة الاثنين ولا الخامس ولا ثلاثة أيام من كل شهر هذا من السنة يعني تصومين رجب كما تصومين أي شهر ولكن إذا اعتقدت فقط أن الصيام في رجب سنة أو أن الصيام في رجب أفضل من الصيام في غيره هنا يا لي أفتى العلماء أما إذا تصومك كسائر الشهور فصيامك صحيح وليس بدعا ولا شيء عليك فهمتني أو لم فهمتني يعني فقط لا تعتقدين أن هناك دليل على استحباب الصوم في رجب خلاص وصومي كما سائر السنة لأننا مطالبين بالصوم النبي عليه الصلاة والسلام رغب الأمة تعو في صيام النافلة ورغب الأمة تعو في الاثنين والخميس ورغب الأمة تعو في ثلاث أيام من كل شهر فصومي بهذا المعنى عندك الآجر إن شاء الله ما هي لا بدعا ولا حرام عليك فهمت يا أختي فهمت شكرا الله يعمر دارك بالخير والبركة إن شاء الله نعم إذن نولي للسائل اللي قال باللي قالولو باللي سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي يجعل الطالق الثلاث يقع وباللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الطالق الثلاث ما كانش يقع غير صحيح فتوى باطلة وفتوى غير صحيحة وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يشرع من عندي نفسه ما يشرعش من تلقاء نفسه اسمعش كلي كان يفتي بأن الطالق الثلاث يقع يقع مش يلازم ثلاث أمكينة ولا ثلاث مرات محسو بيقول لها أكيم طالقة ثلاث أكيم طالقة ثلاث هنا تولي تسعة الذي كان يفتي بوقوع الطلاق السيدنا علي بن بيطال وسيدنا عثمان بن عفا وسيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن العاص سيدنا أبو هريرة وعلقمة وزيد بن الثابت ومعاذ بن جبل ومجاهد ومالك بن الحارذ وأنس وابن شهاب ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومات رسول الله عن 130 ألف صحابي بكر حتى صحابي كان يفتي هذه الفتوى إذن هذه الفتوى باطلة من طلق زوجته ثلاثا فقد واقع الطلاق إذا فيه اتصال نعم آلو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سبع الخير الشيخ أحرك لباس خير أحيانا لأني لباس والحمد لله أنا بي خير الحمد لله قعب خير معك محمد عدالة من وهرن محمد عدالة من وهرن من وهرن خير الناس أحباب قلبي انت عندك علم لأن نحب وهرن إلى درجة ما تصورهش على بالي الشيخ على بالي الله يعلم أني أحبكم يسلمك وبرك لاوفي نعم سيدي عندي شوف الشيخ عندي تختاعي رجعان توفي كبيرة عندها فلاج ربعة وخمفين نعم ورني بغي نبعد حل العمر شوالا ما عندهاش محرمني يديها بغي نشوف لأ تكون جوز ولا ما تزوش أقعد اسمعني ما تقطعش يجوز لك أن توسي لها وأفتع لما أنا المالكية بأن تروح مع رفقة مأمونة رفقة رفقة مأمونة كيف هدي أنت أنت أروح لهذا الوكالة شوفك الشراجلة وريح مع مرتو ويمه ودي معه بناتو هذا هذه رفقة مأمونة تذهب معهم في الطائرة ريكين خمسمائة واحد في الطائرة لما توصل إلى جدا سيروح في الفنادق عن النساء ورجال في فنادق الرجال إذا ذهبت مع رفقة مأمونة يجوز لها وأجرك عند الله عظيم وهذا المرات تقدر تقول عندي أخويا اللي شافوه ولم يثبت عن واحد منهم باللي كان يقول بطلق الثلاث تلقى واحدة كيف تطلق الثلاث تلقى واحدة الراجل يقول مرتو أكيم تلقى بالثلاث أما يروحوا عندها طريق أبو خليط طريق المعيز يقولوا شعر طلقتها يقولوا بالثلاث يقولوا لا لا الثلاث واحدة ثلاثة تولي واحدة شفت لي ما يقرش الحساب كيف ثلاثة تولي واحدة قالوا لهم لازم يقول لها الثلاث زعم كيف طلق ثلاث كيف طلق ثلاث كيف طلق ثلاث قالوا لهم هذي هي الثلاث أما إذا قل مرة واحدة كيف طلق ثلاث وفي مجلس واحد قالوا يقول أبو طلقوا لا يقع هذا نشر للزنا بين المسلمين كنت سمعوا هذا الفتوى راه تنشر الزنا بين المسلمين إذا طلق مرتو طلقة واحدة يجوز أن يراجع netes من العدة يعود يردها بفاتحة جديدة ويهدي لها هدية إذا طلقها ثلاثا لا يجوز أن تعود إليه حتى تتزوج من جديد وتطلق من جديد وتحبت وليليه ما شمعتها تطلق يرحي ردها إذا حبت هي تعود إليه وعلىها ربي درهد شريعة بشر جل ما يتلعبوش بالطلاق لأن الراجل غير يسمع بالليل وكان يطلق مرته بالثالث لازم يديها راجل وحد أخر يزوج بيها باش يعود يردها ركايبو يفشلو ركايبو يحبسو ولذلك الطلاق في أوروبا وأمريكا 77% أما الطلاق في كل العالم الإسلامي 7% قاوش أكو تشوفو طلاق بفطل الإسلام ليردو في الحد الأدنى والله الإسلام هو ليردو في الحد الأدنى لما دار لو كان يطلقها بالثالث تزوج رجل وحد أخر أما الراجل كي تقصر في الرجول يحبس ما يقدرش يزغد ولذلك ما يطلقش غير إلى خرج من عقله وإذا خرج من عقله فطلاقه لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق شوفوا الطريقة على الإسلام كيف حارب الطلاق كيف حدد من الطلاق كيف نزلوا إلى المستوية العليا جاءوا حبوا ينحوا هذه المسألة هم يقول لا شيء عليك لا شيء عليك طلقتها بالثلاث ها عندها طلقة واحدة يعني لا شيء علي عود رجل ومرت بعد أن طلقها بالثلاث حسبنا الله ونعم الوكيل سائل من قسنطينة يقول هل يجوز الأخذ من اللحية من طولها وعرضها نعم يجوز يا أخي وهذا من السنة وسيدنا عبد الله بن عمر كان يدير قبضة حدد لنا قبضة دير قبضة هاك دا منا فما زاد عن القبضة نحيه وكانت لحيته عليه الصلاة والسلام قريبة من التدوير ميديراش إنسان هك جاية كما الأهرام مقلبة جاية من تحت هاك دا لا لا كانت لحيته عليه الصلاة والسلام قريبة من التدوير وكان يكرمها ويدي لها المسك يعني سيدنا عبد الله بن مسعود صابوا يدي الفريحة ويمشط قالوا له يا عبد الله انت يا شيخ كبير وعالم وركت مشط وتزين قالهم والله إني لا أتزين لها كما تتزين لي شوف على مرتو قال والله إني لا أتزين لها احنا نعرف غيرها المرأة لازم تزين لزوجها والمرأة لازم تسق مرحلة رجلا كذلك الرجل يتزين لزوجته والله عمر داركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لزوجها اشتركوا في القناة